اطلع مجلس الوزراء على صحيفة الاستجواب المقدم من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري لسمه رئيس مجلس الوزراء شيخ جابر نبارك الحمد الصباح والذي سيد رجع على جدوى الأعمال الجلسة المقبلة مستعرضا خلال الاجتماع محاور الاستجواب لإضافة إلى جوانبه القانونية والدستورية ومن جانب آخر هناء مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون المجلس أنس الصالح بتجديد الثقة من قبل أعضاء مجلس الأمم مشيدا بردود الوزير والممارسة الديمقراطية الراقية خلال جلسة الاستجواب كما استعرض المجلس نتائج الاستجواب المقدم لوزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري حيث أشهد بردود الوزير مؤكدا ثقته بأن يحظى الجبري بثقة إخوانها أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة المقبلة من جهة أخرى دع مجلس الوزراء المجتمع الدولي للتحرك بشكل فوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل ولتحريك عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتينها